ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاربده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألف لام وراء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف يا بي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقصص أحياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطن للإنسان عدو مبين وكذلك يجد بك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى عالي أحبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات لسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبا إن عبانا لفي طلال مبين اقتلوا يوسف وإطرحوا أرض يغلو لكم رجم أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال طائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسله معنا غدا يردع ويلعب وإنا له لعافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبت إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلهم في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بعمرهم هذا وهم لا يشعرون سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين وجاءوا أباه عشاء يبكون قالوا يا أبان إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمي كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا فاردهم فادلا دلوى قال يا بشرى ماذا غلا وأسره بضاعه والله عليهم بما يعملون وشروا بثمن بخص دراهم معدودا وكانوا فيه من الساهدين